أزول السلام عليكم أخوتي أخوتي المغربة معكم أخوتي سكرين وسيرا على نهج أخوتي الفنانة فنرتأت أن ندير هذا الفيديو الفيديو تحسيسي لأن دور الفنان ماشي فقط المتعة والتسلية وحنا في وقت صعب ووقت محتاجين لبعضياتنا بغيت أنا عندي رسالة أنا غتكن مختلفة شوية لأن أنا رسالة أريد أن نوجهها فقط وخصوصا للشباب لأن أبغامه هما اللي ما بغوش يدخل للدور وهما اللي تيخرجوا في تجمعات بغيت فقط نقول لكل شاب مغربي أنت ممكن تتصاب فيروس كورونا ولكن انت شاب وانت شاب ممكن تتشافه لأن عندك المانعات قوية ولكن هذا الفيروس ممكن تديه لداركم وملي غادي تديه لداركم غادي ممكن تسبب في الموت للأم ديالك أو الأب ديالك ودك الساعة غادي تندم حيث لا ينفعوننا دم أنا بغيت نقول للمغربة كلهم خصنا نتعاونوا ونكون يد وحدة باش نقضيوا على هاد الفيروس لأنه هوا نحنا في حرب ضد هاد المرض خصنا نبقوا في ديورنا نحنا كلنا دبقاسين في ديورنا الناس كلها تقدات تقلس تصبر عندنا الجوج دي ثلاثة الصيمانات حتى نشوفوا الأمور فين كينا ما فيها بس نعاونوا بلادنا رابلنا كدير جهدها ما عندنا شما نقولوا فيعني تبقى علينا احنا كالشعب دابا أننا نحنا نبينوا باللي احنا في المستوى فيا ريت أنا الشباب يقصوا في ديورهم والعيالات شدوا الباب والوحو السارت وشدوا ليداتكم هادي الفرصة باش يتجمعوا العائلة الأب معا وليداته نقرأوا شوية نهضروا شوية نتفرجوا شوية ورا غادي يفوت كل شي ياربغي صحة والسلامة وما ننساش نوصل المغربة الله يخلكم الله يخلكم ما تنسوش الناس اللي كيعيشوا على برة يعني الناس اللي كي متشردي اللي ما عندهمش اللي صنزابغي وما تنسوش أيضا الحيوانات اللي يخلكم اللي يخلكم اللي مشيت قدا يخد معها الشي مكلة دي الحيوانات مشيشات وكليبات وحت حضا الدار ما فيها باس لارمع نمتشي حد من غيرنا من بعد الله وشكرا لكم جميعا ويا ربي تنطلبوا الله يسلمكم وحفظكم جميعا من كل الأدى وشكرا بزاف ويا ربي تلاقاوا فرصة أحسن من هذه